السلام عليكم مرحبا بكم في قناة ديدو سامدين هنال شاء الله نتكلموا على واحد الموضوع اللي مهم مهم بزاف وكان نقول قاعد الشباب يديروا بحالة المشاريع ولكن هالمشروع هذا يعني سبحان الله سهل تكلفة وسهل في التربية وسهل يعني أي عائلة خصة تكون عنده هالطائر هذا الغريب حقيقة أنا جربته مكنش ديروك الدير الأرانيب ولكن منين جربته طائرة يعني سهل في التربية وخا تشوفوا صغير هكا ما تحقروش رات تبارك الله هالخير كيجي مورا إذن معلومات مهمة حول السمان والتكلفة والأرباح وطريقة التربية هذه اللي هنضروع لها في الحلقة المهمة هذه أول حاجة المساحة تخيلوا أن ممكن أنكم يعني في متر كاري يعني مترو متر على متر ممكن أنكم تربيوا خمسة وربعين طائر بدون زديحة يعني هاد شي هو يعني الباريم اللي غادي إن كيتمش شو به الناس اللي كيربيوا هاد الطائر هذا بالنسبة لهالطائر هذا كيبغي شوية الدفئة كيما قلت لاحظونا دايرلو غي بججبولات هامة دايرت اللاجة عاديين وكان غطيه بالميكا وديرلو غيفكاج عادي شنو درت له في الأرض درت له النشارة نشارك الخشب يعني غيباش يحس شوية ديال التمن ديالو ممكن أنكم تشريو بحل هاد العمر هذا ممكن تشريوه ما بين 14 درهم تل 20 درهم كيلي كيبيعو 15 درهم ولكن رامني كيسهل البيض ستبارك الله رامك يقطعش يعني كل عندكم كل طائر واحد عنده بيضة في النهار يعني حسن من دجاج يعني بالنسبة للدواجين راه الطائر هاده حسن من دجاج بألف دراج البيض ديالو راه الناس كيستعملوه للدواء هوط البيض ديالو رخيص كي يدير درهم يعني مش خيص ولكن عادي في التمن بحاله بحاله بحالة وخال البيضة ديالو صغيرة صغيرة هادين ورئكم الحجم ديالها ولكن هو راه مكييقطعش البيض هذه هدية الميزة اللي فيه الناس اللي عاد بادين ممكن انهم يشريوا هاد الطويرات هادو لي اسميتهم السمان وخل ما يكونش معاهم الذكر ذكرى نحييت عنهم كنت غال فالولا شريت معاهم الذكر فايدا كانت تفاجأ السيد اللي شريت عليا كيقول ليا الذكر وخل ما يكونش معاهم راههم كيبقوا يبيضوا يعني بحال شكل ديال الدجاج تاوة ما كانش عندهم معاهم ديك راه كيبقوا يولدوا بدون ذكر. قادية ديال البيض هاد البيض اللي كيبقى يولدوهما مشي ديال مشي تخصيب هاداك بيض مائدة. يعني ما يمكنش يخرج منو تخرجو منو فليال صخرين. ولكن البيع باش تبيعوه واستفدو منو را خدام مائة بالمائة. كان قادية اخرى وهي ان هاد الطائر هادا الصغير يعني ما كي يقرقش على البيض. لا. كان واحد الفقاصات عبارة عن واحد الالة او يعني ممكن يعني الناس اللي كيدلوا غير كرطونة وكيدلوا البيض كيبقى يحرركوه. يبقى يتحرك. وكيدلوا واحد دراجة حرارة معينة وكيفقص. اما باش هو يدير بحل بحل الدجاجة ويرقود على البيض. لا. ما كي حدنش هو البيض. هادا هادا هو الميز اللي فيه. يعني اه ممكن فقاصة تكون عندكم اه اه كين الفقاصة ديال تمانمائة الطائر. يعني تمانمائة بيضة. تمانمائة بيضة كيخرجوا في خاطرة. ميما لا كأن ضدر علي كبداية. شريوها طائر هادا اا يعوي تني القادية اللي فيه. انه ما خصوش يعني تجيبوه كيولد. هو guilty بالدل المكان. كيبقى واحد المدة. جريت تعود على المكان عاد كيولد. يعني اسمه هو الاصح. الاصح وهو انكم تشريو اه السذنة في عمر عشرين يوم. يعني كيكون بقي عاد بقي ما ما سهلش يولد. مني كي بدأ يولد؟ كي يولد عندك. مني كي يولد عندك صافي كي يولي مزيان ما كي ما كي قطعش على البيض. كيبقى كل نهار كي حط بيضة. سبحان الله. آآ القادية ديال الذكر مني كيكون معاهم كي ممكن أنه يقاديهم ولكن نتواس بعضياتهم ما كي وكيبقوش ينقبوا بعضياتهم. يعني أنا كتحد كرم معاهم. آآ واحد الأنثى يعني صافي تسيل هاد الدم ولا كي ضربها وسيل هاد الدم. آآ بالنسبة البيض ديل المائدة كي مكتلكم كيدير دلهم. ممكن أنكم تبيعوه بخمستاش بالجملة ولكنه كيدير دلهم. آآ الشكل دياله ممكن أنا نوريه لكم. أنا تبيعوا معي نريكم الشكل البيض إذا كما تشوفوا هنا عندي هنا البيضات كنتبهت ولكنها ما قولي شي حبت هنا شوفوا الشكل البيض بالمقارنة مع البيض ديال الدجاج البلدي البيض ديال الدجاج البلدي راح عندي هنا كبير في الحجم النوع كيكون غي صغير ممكن أنه قمت القولة البيضة غي صغيرة سبحان الله بالمقارنة مع البيض السمان شوفوا شحال الحجم هي رغي صغيرة ولكن عنده واحد الفوائد كبيرة شوفوا سبحان الله البيض دياله هو مكتف يعني تقيل يعني مني كتفقسوا البيضة ما تلقاش واحد الخوية وعاد كين لمح لا، كتلقى مباشرة هدي دبها البيضة هادي عفوا بعدان نكمل الهدرة مباشرة كتلقوا المح يعني متكتف في هاد البيضة شوفوا هاد البيضة هاديرها أول مرة هي السمانة أول مرة والتعلاج لأنها بيضة والغشة ديالها بقي شوي يرقيق أما هادو هادو قاسحين هادو ولت هي كتولد سبحان الله شوف البيض دياله كيفاش دير يعني وفيه واحد طعم غريب يعني مالح وحلو سبحان الله وخا مديش معه الملح ومديش معه الكامون ولا شي حاجة بحال هكا يعني كيكون هوا يعني الماداق دياله حلو سبحان الله هادو ما هاد الصوت هاد دياله اللي سمعتوه هاد ديال ذاكار ديالهم هو اللي كيدير هاد الصوت هكا هاد هي دجاج بل ديال ديالن يديرتها هو نسو بها كله بالنسبة لأنواع ديال ديال السمان كين البيض اللون دياله بيض وكين لون دياله كحل يعني بربش بالكحل هادك اللون الابيض من تحكوه ما تشريه وش ما ما كيصدقش بزاف مشي بحال يعني المربش بلك حال هدك كيصدق بزيان يعني للقيتو شي واحد كي بيع السمان را مشروع مربح يعني ديروه وانشاء الله غادي تربحو منو واحد الربح اللي اكتر يا التربية ديالو تربية ديالو الساهلة للغاية وهو عندو المناعة قوية يعني ممكن انكم تشريه وما تديروش مع التحصينات ورا كيصبر معاكم في الدار ديالكم بالنسبة الاصوات ما كيدرش اصوات ما كيدرش اصوات ممزعجة ساكت الماكلة ديالو ضرورة تكون عندكم السيكاليم السيكاليم البيض يعني كاين ديال البيض عقله معايا على هذا اللقطة هذه راه هوخ كيبغي السيكاليم كاين الناس اللي كيشريه وكيدروا معا غي كيدروا له غي البابا يعني اللي بابا كيعتوه اياكل ولكن قل ابغيتو البيض ما يتقطعش وهو السيكاليم البيض يعني تمشيوا عن شي واحد تقول له عطينا يعني السيكاليم ديال السمان البيض شوفوا ستبارك الله البيضة ديالو كيفاش دايرا يعني الميساح راني قلتلكم واش ميتر كاري ما تكونش عندكم في الدار ميتر كاري ما يمكنش وخد ديالو غيف واحد لقنية هو ما فيه لا رائحة هاداك الزق ديالو اعزاكم الله كليل يعني ممكن انك يتنقي اليه من واحد المدة الواحد المدة غيقة ديالو لواحد البولا مولا عادية باش كيتدفى واغطيبوا واحد الميكا وديروه في اي جهة تربية ارضية ولا كاج ولا اه شي شي باني ولا اي حاجة هو كي يصبر اننا راني يعني تجربتو وتا يعني ضقت التكاريف ديالو والارباح ديالو عاد بغيت نشاركم هاد الارباح لانا انا كان اعتبر المشاهدين ديالي يعني اعزازين الي ايا ويعني لكشي اللي الخير اللي كان بغيه ديالي كان بغيه تليوني انه عندي مشاهدين اوفياء في القناة اه كان اعتبرهم عائلة ديالي يعني ديروا الدجاج دجاج وقع في شوية ديال المشاكين في الامراض في كيقطع البيض اما الارانب هادوك ما تنازلوش عليهم اخوصا فهد الاوينة اللي احنا فيها ديال هالفيروس ديال كورونا الناس ديال برا ودلوكي يخزنوا يعني الاكل اما بالنسبة لهذا المشاريع اللي كتكون خافية في المنازل ممكن انكم منين تقطع الناس يبقوا يشريوا يعني السلع بزاف وتقطع تقطع الحويج وقد كنت بغيه تشريها بالفلوس وما تلقاهاش مثل هاد المشاريع ممكن انها تعاونك وتفيدك اذا الحلقة ديالنا هي عادي كنشكركم زيزا فعال تعاليق طيبة ديالكم تكيو على زر جام ما تنسونس بزر جام وتكيو على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي ان شاء الله الى اللقاء في الحلقة المقبلة اشتركوا في القناة